ورجعنا معكم مشاهدينا وأكيد منرجع منقول صباح الخير لكل الناس اللي عم بيحضرونا هلأ وعم بيكونوا معنا طبعا ضمن مشوارنا الصباح يوم جديد خلينا ننتقل معاكم طبعا مع زميلنا راعد الرقاد اللي موجود بمحافظة إربد تحديدا من لواء الرمثة لنرجع نشوف كيف الأجواء عنده وشو محضرنا اليوم من أماكن موجود فيها هو ونشوف اليوم عن شو بدي يحكي لنا بشكل عام من محافظة إربد وتحديدا من لواء الرمثة معنا زميلنا راعد الرقاد صباح الخير من جديد صباح الخير إلك خلود وصباح الخير أيضا من جديد لأعزائنا مشاهدين راعد خبرني أنت وين موجود هلأ بالزبط بمحافظة إربد وهيك خبرني عن الجو أكتر يعني نحن عندنا البيعمان شوي صار ألطف نوعا ما موجة الحر في انخفاض بإربد كيف الوضع أجواء لطيفة يا خلود وأجواء بالجنة بسهل حوران بالرمثة وتحديدا من بلدة الشجرة هالأجواء الطيبة وأجواء الراع جدا اللي احنا قلين الآن كلنا بنشوفها يعني نتمنى الكل يكون الآن موجود معنا في هذا الموقع الراع احنا دايما صراحة والله منحسدك يا راعد على وجودك بهالأماكن الطبيعية الرائعة فالمايكروفون معاك تفضل شكرا خلود من جديد مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم أينما كنتم طبعا احنا في محافظة إربد وتحديدا من لواء الرمثة من سهل حوران من بلدة الشجرة طبعا هذه البلدة الرائعة جدا بجزء كثير ما بعرف عنها احنا اليوم حبينا نكون موجودين نعرف الناس عن بلدة الشجرة وشو المميزات هاي البلدة وكيف صارت تسميات بلدة الشجرة طبعا راح يكون معنا محمد تركي ألشبول أبو حاتم العم طبعا من أوائل رؤساء البلديات في بلدة الشجرة صباح الخير عم أبو حاتم ارطيك العافية أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم بسهل حوران طور عمركو أهلا يعني بالبداية الله يطول عمرك يعطيك الصحة احنا الآن موجودين معكم نتحكين عن بلدة الشجرة عفوا بشكل عام نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلدة الشجرة من القرى اللي أعمارها بين ثلاثمائة سنة ومئتين وخمسين سنة كانت بلد صغيرة بسنة الثمانة واربعين وما فيهاش مدرسة أصبح فيها مدارس كتيرة وتكفي طلابها وتكفي ولادها وتكفي معلمينها وتكفي كل شيء الشجرة سميت الشجرة نعتقد أنه لسبب واحد كان في شجرة كبيرة شجرة بطم كبيرة على الطريق الواقعة بين الدير الغربية اللي هي خرجة وعلى العال وحريمة والمنطقة هاي وبين الشجرة طر الرمث عمراء وذنيب بالمنطقة هاي بالطريق في شجرة موجودة كانت بين الشجرة وخرجة بموقع لدار يوسف الإبراهيم حوالى أربع دنومات بصفحة جبل وكانت الشجرة وعر المنطقة لعندها فاللي يجي من هناك يقوله وصلت لعند الشجرة واللي يروح من هون يقوله وصلت لعند الشجرة أصبح اسم الشجرة الشجرة هذا الاعتقاد الوحيد بإنهاء هذا سبب التسمين هذا سبب التسمين بيوم من الأيام الحطابين في سنين المحل قطعوها وكسروها وأخذوها وقضوها وانتهت يعني ما زالت البلد موجودة وأهلها موجودين وطيبين والله يعطيهم الصحة عمي إيش تشتهر منطقة الشجرة وتحيدها في الزراعة الشجرة زراعيا الشجرة كانت تجرع القمح والعدس والشعير والذرة والبطيخ وكانت تجرعاتها الوحيدة وكان فيها ثروة حيوانية كثيرة من الأبقار والأغنام جمال بغال خيل الأدواتها هذه كانت موجودة فيها بشكل كبير وحارميتهم من أنهم يزرعوا الخضار والفواكه لأنها بدأتو كلها الأغنام والأبقار إجت الأيام ودارت وبطل ويزرعوا المواد هاي لعدم لعدم كفاية تألهم زرعوا فيها الزيتون وزرعوا فيها الرمان والعنب والتين وأصبحت البلد كلها بستان واحد يعني بتلاقي عشر دنوات فاضية وبتلاقي مية دنو مزروع زيتون بس عشرة بالمية من الشجرة هو اللي مش مزروع اللي بعده على الزراعات القديمة وإحنا منبارك فيها الزراعات القديمة لكن هي أصبحت غير منتجة غير منتجة غير منتجة مش مجدية لصاحبها ما بتربح صاحبها اللي يكفيه سنتو الشجرة من الناحية الدينية الشجرة من لما ولدت الشجرة كانوا اللي فيها راغبين باتباع الدين وجعل الدين إلو فوقي وأقدمي وقوة يعني صاحب الدين هو القوم فيها أول ما أنشئ فيها الشاذليين وكان عدد كبير منهم من الشجرة طبعا كانوا هموا من ذرعاه وإجوا للشجرة وكانت ذرعاه الشجرة يعني بلد وحده وإجوا للشجرة وشكلوا فيها الفئة هاي يعلموا الناس الدين الإسلام بأي سنة هاي كان هاي كان عمي أو بأي سنة كان يجوه التعليم للإسلام هاي بالثلاثينات بسلاثينات ما مش بسنة وحدة ما صارت بعشرين سنة أما بالثلاثينات بالعشرين بالثلاثين صارت هاي راحوا وإيجبادا لهم الصوفيين الصوفيين أقدر منهم على تعليم القرآن والدين وفيه لهم شيوخ كانوا شيوخ شيوخ لهم قيمتهم وصارت تدرس بالشجرة الناحية الدينية بشكل مليح جدا بعديهم اجوا حزب التحرير كمان اجا اقوى من الاولانيين وصاروا الناس يرغبوهم ويمشوا وراهم اجا بعدهم الصوفيين اجا بعدهم الاخوان المسلمين الان الموجودين هم اقوى 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 اللي هم رجال الدعوة الان موجودين بالشجرة مثل الشيخ عبد الكريم الموسى والشيخ عبد الكريم الطويق والشيخ ابو الصادق ايمان الصادق يعني شيوخ كثيرين اصبح بالشجرة اكثر من خمسمائة شيخ هل هذا مرتبط ايضا بالعدات والتقاليد الموجودة في بلد الشجرة ولا لا الشجرة تحافظ على العادات والتقاليد وين ما ذكرت اسم الخبيث اهل الشجرة بستنكروا كلهم بستنكروا ما بيش واحد منهم بيقدر يقرب اشي مخالف للدين والدين عندهم الو اهمية خاصة اخر اشي بنا عندنا مركز اسلامي اعتقد انه بيجي ثلاثة دلومة البناء البناء بيجي اكثر من ثلاثة دلومة والارضية بتيجي اكثر من عشر اتناشر دلم واهل البلد بيجتمعوا فيه يوم الخميس على الجمعة او بعض الايام وبيجوه من الباكستان من تركستان من افغانستان من المراتخاية من الهند بيجوه من كل اقطار العالم بصلوا لعنده بيباتوا فيه وبيصلوا فيه يعني مركز ممتاز ومتقدم يعني رغم تطور لشهد العالم بلد الشجرة ما زالت تحتفظ بعاداتها وتقاليدها واللي راح يورثوه اكيد لابنائهم نعم عم تحكينا رسالة منك الى زيارة بلد الشجرة وايضا اذا في مواقع سياحية موجودة في بلد الشجرة او حكيتلي عن وادي موجود وكان له رمز في بلد الشجرة شجرة واقعة على وادي الشلالة الشجرة الها ثلاث جهات مغلقة بوديان وجهة واحدة اللي بتقدر تمشي باتجاهها وتتوسع اللي هي الجهة الشرقية باتجاه الطرة وباتجاه الرمزة الشجرة اصبحت بلد كبيرة عدد سكانها حوالي 18 ألف وبيها 10 ألاف أو 8 ألاف سوريين وفيها مصارب وفيها يعني سكان غيرهم بيستهلكوا من موادها الإش الكثير وبيخلوا الإش القليل وعكل حال إحنا شاكلين الله سبحانه وتعالى اللي إحنا بخير ونعمة وهدوء وسكينة والطقس عندنا مليح وكل شيء عندنا يفتخر فيه الإنسان وأعمال الشعب اللي بالأردن ممتازة وجيدة زراعيا بطلنا نزرع القمح والعدس والشعير والذرة صارنا نزرع بدالها الزيتون والدوالي والأسكيدينيا والأشياء هاي وقاعدين بتقدموا زراعيا بالناحية الشجرية أما بالناحية الحبوب تركوها الأغربية تركوها يعني عمي إحنا لضيق الوقت معنا ولكن نتحكينا عن الحد الفاصل لبنطقة الشجرة يعني جزء إحنا شفنا إحنا عند نقطة جيشنا العربي جيش المصطفو يعني كل تعيي لهم كل تعيي لجنودنا البواسل أينما كانوا على الحدود المرابطين حماية الديار طبعا إحنا الآن على الحدود بدنا إحنا الآن إيش الحد الفاصل اللي بيننا وبين سوريا إحنا الآن بقطعة أرض وفيها دار بناء يملك النائب أو الوزير معالي الوزير هاشم شبول واقعة على الحد بين الأردن وسوريا ماكل منها الحد الطريق الحدودي المار منها بوكل منها يعني ثلاثة أربع درومة أو بجزء أكتر أو أقل طبعا إحنا ما قسنا هنش وبجنبه أنا كمان أنا ماكل مني أربع درومات يعني جايات جوية الحاجز الأمني ضلن باتجاه سوريا نعم إحنا ما بنزعل شمن العملية هاي ما خذهنا الجيش والجيش أولى بيهن مننا إحنا ما قلنا عن إشي أما إحنا على الحدود السورية ما بنحبش إنهم يتآذوا السوريين مننا ما بنحبش نأذيهم برضو ما بيحبوش هم يأذيونا وما بنأذيش بعضنا يعني عمي أنا بدي أشكر تواجدك معنا ويعطيك العافية ويعطيك الصحة والقوة يعني تواجدك معنا من الصبح يعني أنت من الصبح مرافقنا بجولتنا اليوم بمنطقة الشجرة إن شاء الله رح نكون معكم في منطقة الشجرة في موقع آخر الله يسلمك ويبارك بيك وأهلا وسهلا بيك وهذه الشجرة تحت بالملك ورحمتكم واللي بتتحدثوا عنها هو صحيح الله يسدك الله يعفضك يا أهلا بيك يا عمي شديد الكرام شملت ونية إربد نحن معكم اليوم من شمال المملكة الأردنية هاشمية وتحديدا من الحد الفاصل ما بين الأردن وسوريا من منطقة الشجرة من لواء الرمتة طبعا رح نكون معكم اليوم أيضا في موقع آخر من بلدة الشجرة ولكن الآن رح أرجع لزملائي في استيديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد يعني يا راعد طبعا بدأ أقول لك يعطيك ألف عافية وبدأ أوجه تحية كتير كبيرة لضيفك العزيز الكريم وهو أول رئيس بلدية طبعا ببلدية الشجرة موقع رائع المفروض أنه فعلا إحنا يا راعد يعني هون من خلالك طبعا ومن خلال قافلة يوم جديد نوجه رسالة لكل المشاهدين أنه اطلعوا وشوفوا بلدنا هالأماكن الطبيعية السياحية الرائعة اللي موجودة عنا بمختلف طبعا بقاع المملكة لازم فعلا أنه نعرف هالتاريخ الرائع هالحضارة الرائعة بوجود أشخاص طبعا بسيطين طيبين مثل ضيوفك الأعزاء اللي دائما تستضيفهم طبعا من خلال فقرتك وهي قافلة يوم جديد مرة ثانية أكيد رح بيكون لنا وقفة تانية معك رعد شكرا لإلك يعطيك ألف عافية مشاهدينا الأعزاء نحن رح نطلع لفاصل وبعد الفاصل رح بنكون طبعا مع الخبير الدولي في سلامة الأغلية رح نحكي معه عن موضوع جدا مهم وهو السلوكيات الخاطئة اللي ممكن تطلع من خلالنا واثناء طبعا تسوقنا خليكم معنا فاصل وراجعا اشتركوا في القناة